بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم بناسبة البرد الشديد الذي نحن فيه الآن دغاء عظيم يقال عند الشعور بالبرد الشديد وأيضا يقال عند الشعور بالحر الشديد يحلم عليك النار ويجعل رب العمين سبحانه وتعالى يتكلم من أجلك و هذا شرف عظيم رب العمين سبحانه وتعالى يتكلم من أجلك و يشهد النار أنه برأك من النار فيه عظم منortun porكر هذا الحديث حديث حسن وله أدلة كثيرة في السنة القوية في القرآن جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا يوم شديد البرودة اطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض كان رب الله سبحانه وتعالى يطلع عشان يشوف من سيعتبر بهذا الحر وهذا البرد لأن الحر والبرد ده زفرة واحدة من زفرات جهنم زفرة اشتكت النار إلى رب العميس سبحانه وتعالى قال الله يا رب أكل بعضي بعضا هذه النار موجودة دلوقتي فآدنا لها سبحانه وتعالى بزفرتين زفرة في الشتاء وزفرة في الصيف فما تجدونه من حر الصيف وبرد الشتاء فإنما هو زفرة من زفرات جهنم عافين يعني زفرة زفرة جاء من زفير يعني البرد الشديد اللي احنا بنوعانيه في كل أقطار الأرض يعني بلد زي كندا فيها درجة الحرارة خمسين تحت الصفر تصل بها درجة الحرارة إلى خمسين تحت الصفر كل ده بزفرة واحدة من زفرات جهنم وفي الحر برضو نفس الكلام عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله في الحديث عشان تعرفوا أن برضو الحديثة بقول لكم ده بيقوي هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام أبردوا لصلاة الظهر في الحر فإن الحر من قيح جهنم يعني أبردوا لصلاة الظهر يعني ما تقوموش الصلاة بسرعة في الحر عشان الناس تلحق ما تطلعش عند يعني في عز الحر شوية بعد ما حصلت زوال للشمس يعني الحر يقل شوية وتقوموش الصلاة بسرعة عشان الناس تلحق تلحق الرقع الأولى في صلاة الظهر في الجامعة ويتضطرش هنا تطلع بسرعة في الحر إن الحر من قيح جهنم تعالت ربنا بيقوله في صورة التوبة وقالوا لا تنفروا في الحر شوية ربنا بيقوله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فلا يضحقوا قليلا ولا يبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون ربنا سبحان تعالى ما ذكر الحر المنافقين اللي مش عايزين يطلعوا في الحر فبيقولهم إيه قل نار جهنم أشد حرا يبقى لازم أنت لما تحس بالحر أو تحس بالبرد تفتكر لأن فيه تعزيف في النار بيزي مهارير جهنم وببرد جهنم يبقى النار في الشتاء هتبقى شديدة البرودة جدا 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 مش هتبقى حر النار في الشتاء هتبقى شديدة البرودة جدا جدا لدرجة لا توصف لذلك لما تتحس بالبرد تحس بالبرد لازم تقول الحديث بيقول إيه إن الله تعالى إذا كان يوم برد شديد اطلع الله سبحانه على أهل الأرض عشان شوف من هيعتبر بهذا البرد إذا قال عبده لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم فيقول رب العالم سبحانه وتعالى يا نار استجار عبد لي من بردك وزمهاريرك إني أشهدك أني أجرته فتحرم على النار وهذا الفرق بين اللي بيعتبر واللي بيعتبر واللي بيتطعز واللي بيتطعز فالرسول الله السلام قال لين الحديث ده ليه؟ وقال لين الحر والبرد ده زفرة من زفرات جهنم يبقى النار في كل سنة لها زفرتين زفرة في الصيف وزفرة في الشطن الحر الشديد ده إحنا بنوعانيه هي زفرة من زفرات جهنم والبرد الشديد زفرة من زفرات جهنم عشان نتطعز ونعتبر ففيه فرق كبير من اللي بيتطعز ويعتبر وأول ما بيحس بالبرد الشديد يفتكر بقى الزمهارير بتاع جهنم ويحايل الدعاء ده يوم رابرة سبحانه وتعالى يتكلم ويشد النار أنه يحرم عليه وفي نفس الوقت في الحر يبقى دعاء عظيم جدا تحرم بيه على النار وتثبت لرب العميس سبحانه وتعالى أنك إنسان عندك عقل بتعتبر وبتتطعز يعني رابرة سبحانه وتعالى ابتلانا بالحر والبرد عشان نتطعز عشان نفتكر جهنم محن مش قدين نستحمل الشمس وهي على بعض 8 دقائق ضوئية عشرة الشمس بتوصل في خلال 8 دقائق من مكاننا الغات عندنا وما هتوصل هتستحمل الشمس إزاي يوم الإيامة وهي هتبقى فوق رؤوس الناس ونمحتش هيموت هتستحمل إزاي يبقى لازم نعتبر بالحر والبرد ونقول الفتكر حر جهنم أو برد جهنم ونقول الدعاء ده سواء كان في حر أو برد قل هذا الدعاء ونحن أكتبه لكم في الوصف في الفيديو نسخون شهون نشاهد العمي في طواب العظيم العلم علم فإن الله أجرم عام اليوم من القيامة لا أقوز لكم تفعيل الجرس واشتراك في القناة لأصلاق من كل جديد وساعدوني عشر سنة رباية قل قول هذا استخدر الله شكراك في القناة شكراك في القناة